اشتركوا في القناة من مصادرة حلوية فسدة من داخل احدى المحلات الخاصة ببيع الحلويات يعود لملكية نائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة بن ملا الخنيفرة عن حزب تجمع الوطني للأحرار ووفق مصدر بلاد 24 فان لجنة المستركة للسلطة المحلية والمكتب الوطني لسلامة صحية لمنتجة الغذائية لونسا بخنيفرة حلت بالمحل الخاص بالحلوية المتواجد بشارع السرقطوني واضافت المصادر ذاتها ان اللجنة قامت بمصادرة حوالي 300 كيلو جراما من الحلويات الفاسدة وهو الامر الذي خلف حالة من الارتياح لدى ساكنة المدينة خصوصا وان هذا المحل يعتبر من المزويدين الكبار للحلويات بخنيفرة جدين بالذكر ان نائب رئيس الغرفة الفلاحية بجهة بن من الخنيفرة سبقوا ان تابعته النيابة العامة بالمحكمة الابتدائي لخنيفرة بخصوص تحويل مزر المياه لواتشبوكا بالاضافة الى مجموعة من الخروقات بخصوص الجمعية التي يترأسها والتي تكتري سوق الجملة للخضر والفواكه بالجماعة